اجتمع الرئيس الامريكي باراك اوباما مع زعماء رابطة دول جنوب شرق اسيا اسيانا في قمة تهدف الى تعزيز رابط التجارية وتشكيل موقف مشتركة بشأن بحر الصين الجنوبية مع سعي البيت الابيض الى ترصيخ نفوذ الولايات المتحدة في المنطقة وقال اوباما يوم الاثنين في بداية القمة التي تستمر يومين في منتجع صاني لانز بولايات كاليفورنيا ان القمة تعكس التزامه الشخصية والالتزام الوطني للولايات المتحدة بشراكة قوية ومستمرة مع دول الرابطة العشرة ويهدف الاجتماع الذي يعقد في الموقع نفسه الذي سبق لأوباما ان استضاف فيه الرئيس الصيني شيجينبينغ الى ابراز دور واشنطن كقوة موازنة لبكينا وكشريك تجاري متحمس لأعضاء اسيان وضعفت الشركات الامريكية الى اكثر من المثلين استثماراتها في المنطقة منذ 2008 ومن المنتظر ان يركز الزعماء في اجتماعهما على القضايا الاقتصادية بما في ذلك اتفاقية الشراك عبر محيط الهادي التي تشمل اربعة من اعضاء اسيان هم فيتنام والسنغفورة وبروناي وماليزيا وابدى الدول اخرى اهتماما بالانضمام الى الاتفاقية التي تريد الولايات المتحدة التأكد من صرايانها وعلى همش القمة اعلن البيت الابيض ان اوباما سيزور فيتنام في مايو اثناء جولة في اسيا وتتطرق القمة ايضا الى قضايا تتعلق بنزاعات بحرية وخصوصا في بحر الصين الجنوبية حيث يوجد للصين وبدع دول في جنوب شرق اسيا مزاعم سيادة متعارضة ومتداخلة والتحدي ربما يكون في الحصول على موافقة جميع دول اسيان على بيان قوي بشأن هذه المسألة ويقول مسؤولون ان الصين مارست ضغوطا على دول مثل كمبوديا ولاوس كي لا توقع على بيانة ويلقي دور الصين في المنطقة بذلاله على الاجتماع اذ تتوقع راشنطن من الصين دعم عقوبات جديدة على كوريا الشمالية بعد عمليات اطلاق الصواريخ التي اجرتها بيان جانج مؤخرا اشتركوا في القناة